اشتركوا في القناة ومن المهم تعزيز هرموناتك السعيدة من أجل البقاء سعيدا والتخلص من الاكتئاب وهم خمسة أنواع مختلفة من الهرمونات الدوبامين وهو هرمون السعادة الذي يعمل على إبقائك متيقظا عقليا ويساعدك على التركيز والسيروتون وهو هرمون السعادة الذي يتدفق عندما تشعر بالرضا والأندورفين الذي ينتج عند التمرينات الرياضية والتحفز والأكستوسين وهو هرمون الحب وينتج عند العلاقة الواثيقة مع شريك حياتك وأثناء الولادة وعند معانقة أحبائك والبروجسترون وهو الهرمون الذي يعزز النوم السليم لجسمك ويمنع التهيق وتقلب المزاج والقلق ولكن ما هي الطريقة التي نزيد بها هذه الهرمونات في جسمنا؟ أولا ممارسة الرياضة فهي الطريقة المثلة والأكثر فاعلية لتعزيز السيروتون من خلال التمارين الرياضية حيث تعد ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا تكفي لتعزيز هرمونات السعادة وتزيد من مستويات الأندورفين والسيروتون مما يحسن الحالة المزاجية ومستويات الطاقة لدينا ثانيا قضاء بعض الوقت في أشعة الشمس والتي تساعد على تصنيع فيتامين دي وبالتالي زيادة امتصاص الكالسيوم وهذا أمر ضروري لتعزيز إنتاج هرمونات السعادة في المخم مثل الدوبامين والنور أدرينالين والأستايل كولين ثالثا التأمل وهو مفيد بشكل كبير لصحتنا العقلية وسعادتنا فهو يحفز الغدة النخمية للإفراج عن الأندورفين وتعزيز الاسترخاء والتخلص من التبطر والقلق والاكتئاب رابعا الحرص على تناول فيتامين بي 6 فمصادر فيتامين بي 6 مثل اللفت والسبانخ والبروكلي والحبوب الكاملة والأرز البني والبقوليات واللحوم تساعد في إفراز السيروتونين والنور الأدرينالين خامسا ملاعبة الحيوانات الأليفة مثل القطة والكلاب حيث أظهرت الأبحاث أن ملاعبة كلب أو قطة لمدة 15 دقيقة يوميا تزيد من هرمونات السيروتين والبرولاكتين والأكستوسين وتقلل من الكورتزول وبالتالي تخفض ضغط الدم وتحد من التوتر وتساعد على التخلص من الشعور بالوحدة والتخلص من الاكتئاب إضافة إلى ذلك يمكنك إدخال بعض الأطعمة في وجباتك الغذائية باستمرار وهي تزيد هرمونات السعادة ومنها السلمون الذي له قوة غذائية هائلة فهو مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية وقد أظهرت الأبحاث أن استهلاك السلمون قد يخفف من الاكتئاب ويتميز السلمون بقدرته على مكافحة الالتهاب كذلك الشوكولاتة الداكنة والتي تعمل على تعزيز هرمون الاندورفين كما أنها تقلل من الالتهابات كما أثبتت الدراسات أنها تؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الاكتئاب والرضا عين الجمل أو الجوز كما يطلق عليه فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 وهو الحمض الموجود في ضروري للحفاظ على أغشية الخلايا في المخة والمساعدة على إنتاج هرمونات السعادة كذلك تناول الأطعمة التي تحتوي على الكاربوهايدريت مثل الشوفان والأرز البني والموز والكعكة فهذه الأطعمة تزيد من مستويات السيروتون لدينا وتحسن حالتنا المزاجية الطحينة وهي مصنوعة من بذور السمسم الغنية بالزنك الذي يعد معدنا ضروريا في الدماغ وقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أكثر عرضا للإصابة بالاكتئاب الكركم أيضا من الأغذية التي تحرص عليها لمكافحة الاكتئاب وكذلك زيادة مستويات السيروتون وهناك بعض الممارسات التي تساعدك على زيادة هرمونات السعادة مثل شرب الشاي الأخضر وممارسة التدليك والمساج كذلك إضافة الكربوهايدريت إلى نظامك الغذائي والاستماع إلى الموسيقى وممارسة اليوغا وممارسة الضحك الذي يزيد من مستويات السيروتون والدوبامين في المخ وكذلك القبولات والأحضان تزيد من إفراز الأكستوسين وزيادة فيتامين بي سيكس يساعد إنتاج الجسم على من السيروتون وأخيرا خذ حماما ساخنا فهو يساعد على إطلاق هرمون الأستروجين والأكستوسين اشتركوا في القناة